حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسرائيل قال سمعت جعدة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رجلا سمينا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يومئ إلى بطنه بيده ويقول لو كان هذا في غير هذا المكان لا كان خيرا لك قال وأتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل فقالوا هذا أراد أن يقتلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم ترع لم ترع ولو أردت ذلك لم يسلطك الله علي حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة حدثنا أبو إسرائيل في بيت قتادة قال سمعت جعدة وهو مولى أبي إسرائيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يقص عليه رؤيا وذكر سيما هو عظمه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان هذا في غير هذا كان خيرا لك رسول الله صلى الله عليه وسلمروي رسول الله صلى الله عليه وسلمينو